اليوم نكون عندنا الحلقة الثانية من محاكي الحياة الواقعية الحلقة الماضية جماعة اشترينا لنا بيت وأجرنا هذا البيت فاليوم في هذه الحلقة بنحاول إن شاء الله ننخل المزار ونشتري إن شاء الله ببيت ثاني والأجرة بعد الآن سمع يا إخوان زروا اللايك اشتركوا معنا في القناة وتبعوا زر التنبيهاتنا بنوصل أيضا ل 21 مليون ونشترك في أسرع وقت ممكن فنشر القناة في كل مكان في العالم ويلا على طول خلالنا نبتلي والإسم الله يا جماعة ما أنا هيشتغل ثواء آه اختار آه اختار اتوقع هاي لعبة في لعبة ولا فيلم فيلم ما توقع فنقر نتابع وات ترى جماعة شيء غريب إنه يمليك في البيت اتابع فيلم أوكي جلسة تتابع ما علينا خلنا نبتلي جماعة في يومنا الجديد وباسم الله الرحمن الرحيم أول خطوة راح نسويها إن شاء الله اليوم راح نروح للمزاد فممكن اليوم نكسب فلوس فلوس لا مو منكسب فلوس نعم نكسب إن شاء الله مكان يطلع لنا إن شاء الله فلوس فأنا اللي يعرفوا إن المزاد كان في السابق موجود في هذا المكان مهني دقيقة ليش يطلع لي في الخريطة إن المزاد وات ليش في ليش في علامة والله ما أدري يا جماعة المفروض المزاد يكون هنا بس أنا ما أدري عليت حال خلني بس نروح أتوجه للعلامة الصفرة اللي هم حددينها بشوف بس هم وش يقصدون بالعلامة هذه اللي موجودة أتوقع إن هي موجودة في البيت اللي أخذناه إحنا يب مثل ما توقعت إن العلامة موجودة على هذا المكان لا يا حبي هذا شنو لا يا حبيبي غلطان غلطان دقيها البيت أنا إخوان هذا البيت أنا بايع منه دقيها 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 هذا البيت مو أنا بايع منه السلام عليكم ما الطيب كيف حالك أهلا أهلا عليك أن تدفع الإيجار اليوم لازم أجي لب نفسي خليه يدفع الإيجار حبيبي إيجاري لو سمعت أنا مستعد لدفع الإيجار ها هو شكرا حبيبي فبطريقة هذه يا جماعة نكون حصلنا أول مبلغ ما استواني أنا حطيت علامة في الخريطة قبل شوي كفا شيلة وكشلناها الحين خلونا نروح نوجه حبابي للمزاد ويا رب نكسب شي زين اللعبة هذه حرفيا حياة واقعية يا جماعة فأنت تروح يعني تصير تاجر يصير عندك أجارات تروح يعني تأجر للناس وتروح تأخذ الفلوس فيها فكرة لأمانة المهم خلونا نوقف في هذا المكان وننزل على طول نشوف مع بعض سالفة المزادات لازم نتبه أننا ما أدفع مبلغ جدا كبير وكي لازم أجي لهذا أدفع مئة دولار عشان نصير مزاد أتوقع الفكرة والله وعلمنا راح يكون عندنا أربع أماكن راح نزايد وتالي توقع بالحظر راح يكون فيه أشياء داخل صراحة مو متأكل من الموضوع بس لازم نجرب عشان نعرف يا الله شوفوا هني سيارات رهيبين لا سم في المستقبل يكون لي سيارة رهيبة سلام عليكم يا طيب أوكي نفتحي مبلغ وراح نخل على طول على المزاد وخلنا نشوف مع بعض كيف راح يكون الوضع يا رب أفوز بشي يا رب أوكي نزيل خلنا نشوف هذا رقم واحد والحبيب فتح المكان فخلنا ننخل ونشوف مع بعض المزاد وكم من الناس راح يحطون أسعار فبدأينا مع بعض زيادة أوكي حاليا 600 حاطين زيت أوكي صار حاليا 900 دول 1800 وف 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 خلنا نزيله 2000 2000 دولار في أحد راح يحط شي ها افقو ا Antonio ابيشيركم اني فيزت بهذا المكان اشتري بعض محل ثاني او مكان ثاني خلنا نجرب حظنا من قلب شخض ثاني منشوف خلنا حط أنا مبلغ ما فيه علي أي حد حط ها هذا حط خلنا حط يا رب ما حد يحط بحط آخر مرة بسم الله آخر مرة مرة حزيت مرة حزيت خسرت خلاص فيه أحد حط غيري فهذا خلي يروح من مشكلة وبدوا يزايدون أكثر وكثر خلنا نحن نترك المزاد هذا ما أبي بنروح للي بعلنا تقريبا سعر زار بشكل كبير نبوي الشاي يكون سعرها رخيص عشان نقدر نحن يعني نضبط أمورنا فأول شي خلنا حطنا سعر حطيت سعر خلنا نشوف الجماعة 600 ها تحطون أنا بحط 1000 1000 دولار يا ليل هذا آخر شي ما رح أزيد ها ها يا جماعة أخي فيه أحد حط حطنا بحط آخر مرة حرفيا أوكي فيه أحد حط فأنا ما رح ما رح أحط لأنه رح يكون خسارة والله 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 الجماعة قاعدين سلام عليكم أنا ما رح أكمل معكم في المزاد هذا رح أروح للي بعده بس لا تنسون ترى أنا كسبت مكانة هلو خلصوا أوكي خلصوا خلاص الروح الحين لآخر مستودع موجود عندنا فأنا بحط حين السعر حقي يا رب يا رب أنا فوز فيه يا رب أفوز فيه كالعادة بحاول ما زيد على 2500 نزيد ألف يلا ألف ما رح نزيد على 2500 يليل خلني أنا خلني أنا حط صار 2100 بزيد آخر مرة ها 2800 تكفون لا يزيد المبلغ لا يزيد يوهو بزيد بس ما رح أزيد أكثر من 3000 3300 مبلغ كبير يعتبر بس بس فيه الحاوية تسليمها إلى منزلك الحاوية تسليمها إلى منزلك شمعناتها؟ معنات أن المفروض الحاوية تكون في منزلي فبروح لحين بشوف الحاوية واش فكرتها أنا أتوقع والله وأعلم أن داخلها أثاث يعني نقدر نعبي بنزين من هنا بس البنزين حاليا حقنا نص يعني فما راح تاج البنزين هذا فخلونا نروح نشوف مع بعض وش سالفة الحاويات هذه فخلني أوقف معنا هو أوقف جنبيتي بس يلا مو مشكلة وقفوا هنا خلنا نشوف وش في موجود بسم الله الرحمن الرحيم أيوه أثاث بس يا سيد يعني كان الصح أنك يعني ما ما تشتري ثنتين واحدة كافية واحدة كافية المفروض يعني فحصلنا أثاث كثير هذا كل الأثاث راح نستعمل إن شاء الله في البيوت اللي راح نشتريهم بيانو والله تخيل صاحب أن يكون في البيت بيانو عسى ما شر الممحط هذا خلنا نروح نجيب الشاشة نحطها هنا حاليا معي تقريبا ستة آلاف دولار ما أدري شلون راح أقدر أن أنا أشتري أشياء زيارة يعني مثلا إذا أب أشتري بيوت أكثر وسوي أجارات أعتقد الأفضل راح يكون أن أنا هاخد قرض يمكن إذا أخد قرض راح تضبط الأمور فأخذنا هذا كله معللنا خلنا ناخذ بعض الأشياء اللي بعد توقع سير راح تمتلي بالكامل بس أخذنا قطع كافية يمكن تكفينا لبيت إن شاء الله في المستقبل يعني تخيل إذا أشترينا بيت إن شاء الله في المستقبل راح نقدر نحن نحط في بيانو أوكي خلاص فل أعتقد أن أنا عندي في البيت حقي دقيقة هيفتح رميه بس تواني كيف نفتح هذا أعتقد أني لازم أطلع الريموت أوكي دقيقة ما على يفهم أوكي أنا قال لكم يا جماعة لعبة تحياء واقعية ألو ألو خلصني لزي الحين خلنا نشيل هذا ونجي ونخليه عدنهني في المخزن حقنا يعني فأي شي زايد راح أجيبه لهذا المكان حلو حلو يلا ناخذ هذه بعد ونوديها نخليها في هذا المكان ممتاز أنا شوي جوعان فشكلي باكل هذي أكل على السريع وبعاليش بتغسس سيارتك أتوقع مو وقتها خلع هذا وسكر زين خلونا الحين سلام عليكم شرطي يلا والله ذكبه ما سويت شي ما سويت ولا شي خلني بحالي أوكي جارنا الليل الحين بننام عشان نجي اليوم اللي بعده ووقف السيارة برا ما راح أوقفها داخل عشان نجي اليوم اللي بعده يا أخوان ونروح ناخذ أجارات من الأخذك فسكر الباب وخلونا حين نروح وننام ونعدي هذا اليوم دخلنا يا حبابي لليوم اللي بعده وخلال هذا اليوم طبعا ما زلنا في خسائر أنا اشتريت يعني مستودعين مفلو كنت اشتري بس واحد خلال اليوم الآخر في عندي رسالة أعتقد لازم أجيهني وأروح للبريد سيارات جديدة متوفرة في الوكالة اليوم هنا حروب آه هذا كان أمس ماعلننا السلام عليكم انزين طبعا أموري تمام خلو أوه دقيقة في عندي علامة معناها تتوقع أن نحن نروح وناخذ الأجار من الأخ فخلونا نروح ونوجه هل نصير ننام أيام وراء بعض عشان نقدر نعدي الأيام سيئة دقيقة دقيقية دي ليش تخسر بنزين تيمديك أنك تجيب الطريقة هذي وتروح إلى حي المعادي حي المعادي تروح للأخ بس دقيقة أحبوا منك فلوسي سيئة ليش ما فكرت فيها والله يا جماعة ما جئت في بالي السلام عليكم أجاري لو سمحت فالأجار حقيل مرحبا الأجار لو سمحت هنا الإيجار شكرا لك وصارت فلوسي حاليا عشرة آلاف هل يتعسون في إمكاني أن يحصل بيت سعر عشرة آلاف أنا أتوقع لا بس بحاول أشوف المشكلة الناس اللي موجودين نلبسهم تعظان يا أخي ما ندري شا سوي بحاول أن أمر عليه ولا لقيت أحد يعني سعر بيتها زين بحاول أن أتفاوض وياه فعندنا هذه الأخت يا إخوان بنحاول نحن نتفاوض معاها الله يهدي هالمم أعلننا خلنا نقول لها مثلا بـ 7000 دولار رح أشتري البيت هذا هل ممكن أن هذا الشي يصير ليس من الممكن أوكي دقيقة ممكن أقول لها 7500 إش قلتي 7500 إش قلتي أوكي يا جماعة أشتركم إشترينا بيت جديد فخلنا نحاول نحن نستكشف البيت الجديد اللي إشترينا بسم الله أوكي أول ما دخلنا على طول هذا البيت يبيه لتنظيف طبعا فخلنا نشيل الأشياء اللي لازم نوديها للنفايات فشي حلو أن حين صار عنده بيتين شمعناته معناته حين راح أقدر نأخذ أجار من بيتين بس في حالة واحدة في حالة واحدة وهي أنه لازم أأجر البيت هذا ونجيب لأثاث أثاث يا أخوان أثاث مشكلة إلمهم خلونا نحن ننظف الجدران لأنه في بعض الجدران يبيه لهم تنظيف فالنظف هذا يبيه لنا 20 قطعة أثاث أتوقعني مديدنا صح؟ يعني بالأشياء اللي موجودة معاي وصراحة ما أدري يا أخوان أبيكم تكتبوني تاعت في الكومنتات هل تتوقعون الأشياء اللي نأخذهم من المزاد أرخص من لما أنا أروح بنفسي وأشتري من مثلا يعني أروح من المحل كتبوني تحت جماعة إذا الشي هذا صح المهم خلنا بس نشيل الكريهين ديلا أوكي خلصنا على طول على الغلط بالغلط بالغلط أوكي دقيقة فيه قلتش بسيط لازم لازم يصلحونا أنزين الآن بعد ما سونا هذا الشي خلونا نحاول نروح نجيب سيارتنا أنا ما عندي فلوس كثيرة بحاول نجيب سيارتي سيارتي طبعا أنتم عارفين أن فيها أثاث كثيرة بنحاول نحن نستعملها الآن يعني ممكن ما يكفون الشي اللي حنا بيه بس أوه في صراف آلجين بالبيت والله حركة والله البيت هذا ترى جدا ممتاز معنى ترى يمدينا اشتري بيوتة يعني في المستقبل بس هذا البيت ممتاز من ناحية أن كل شيء متوفر عدنا أكل عدنا شرب عدنا كل شيء المهم خلونا حين نروح ونوجه للمحل الجديد المحل الجديد البيت الجديد دقيقة بيتنا وين هذا أعتقر أن هذا هو البيت لش في كلب قدام البيت خلونا ننتبه والله في كلب قدام البيت المهم ما علينا خلونا حين نجي وناخذ الأشياء مثلا خلونا ناخذ الطاولة الطاولة على طول لا سيد دقيقة ليا خلونا ناخذ أشياء بشكل منطقي يعني بيانو ملا والله الشياء تهافل كراسي أربع كراسي ليش أتوقع أنك المفرور نشتري بس أخذ واحد بس أخذ كثير أنا يلا مو مشكلة هذا المطبخ فمطبخ وين مطبخ وين خلونا نقول أنه هذا المطبخ يعني خلونا نقول أنه هذا المطبخ حط هذا هني حنا محتاجين نجيب عشرين شي والله آسف دقيقة بس خلنا ندخل السيارة شوي اختي بس حركي أنا بسوي طبعا راح أجيب الأغراض كلهم كل الأشياء اللي عندي هذين بحاول أتخلص منهم يعني ما مستحيل أخلي أي شي يعني فهات هذا الحين حطه هني طبعا صاحب البيت تالب كيف إذا أحب أن يرتب المكان بس أنا حين بشكل عام لأنني معني أنتم شايفين أنا أخدت من المزاد فالأشياء حقية المزاد صراحة متكررين فمستحيل أن أخسر نفسي في النهاية فبحاول أستعمل كل الأشياء اللي موجودة شوفوا كم كرسي كم كرسي الحين عاطيني أنا عسى ما شر والله كثير كثير كراسي بس نرحين كبداية احنا قاعدين نحط عشرين شي بعشوائي في المستقبل منشتغل على البيوت بشكل ثاني نصبقهم نضبطهم نسوي أشياء كثيرة بس الحين خلنشتغل بالطريقة هذي خلنجيب لبيانو الحين بما أنا عاجبني سالفة لبيانو أنها أخذها بنحطاني الله ما أدري منه اللي بيعزف عليه بس هات هذا خلننحطه على خلنسوي شي واحد صح شي واحد صح في البيت غيره بنحته هذا الكرسي بيت كله كراسي شو البيت هذا اللي كله كراسي حط هذا في المكان ما في سرير ما في ولا شي هات الطاولة هذه هات الطاولة هني البيت ما فيه جماعة أول شي صاحي وين رايح سيد وين رايح شي لغراض هات هذه ممشكلة هاتها خلننخليها هني اللي قع سويه غلط لأن الأشياء حق تتافى الأمانة فهات هذه بعد هذه اخذها وخلها في الغرفة عد تابون كيفكم بيت بدون سرير والله انا ااسف يعني بيت بدون سرير بس ستوقع الفيدي عندي اشياء ناقصة فبعد شوي بروح بحاول اشتري سرير للبيت لان ضروري البيت يعني ناخذ لسرير شيء اخر هذا هذا جيبة خلنا نروح نودي المطبخ اتوقع هذا المطبخ خليهني يلا على القل في مصباح واحد في البيت شيء اخر عدنا هذة المكتبة هذة المكتبة جيبها لها الغرفة والحين عكسي ولا صح عكس مو مدرجة هذي قلنا بنحط لاشياء بشكل عشوائي بس مو مدرجة هذي عط هذي صح وخلنا الحين نروح نجيب باقي شيئين باقي هذا هذا هذي هني اوكي وبعد خلونا نجيب شاشة الكمبيوتر وخلها هني صح اي صح باقي علينا خمسة اشياء ونكمل اثاث حق البيت هذا كله فبشكل عام الحين ش بسوي اتوقع اني باضطر اني اروح لمحل الاثاث باشترم انه خمسة اشياء انا عارف ان احنا عدنا شيئين تقريبا في البيت بس مو مشكلة لان فيه اشياء صراحة ناقصة مثلا نحتاج سرير يعني مو معقول البيت بدون سرير بدون اضاءات فيابيننا نحن نحط نواري شيئين في البيت نضبط الامور فخلنا بس نجي للمحل هذا وقف اوكي وخلنا ننزل سلام عليكم فالحين خلنا نشوف مع بعض وش نحتاج نشتري باشتري سرير كما انا فلوسي مو كثير ثرى فاشتري ارخص سرير خلنا نشتري هذا بألف ما عني فلوس كثير ها حط البالك يا سيد ما عني فلوس كثير فلا تجيب العيد بحتاج بحتاج دقيقة ديقة دقيقة احتاج الشارخيصة بعد السرير خلنا نروح لآخرون ونشتري ثنتين من هذه وحدة ثنتين ونحتاج ابجورة وحدة تلفزيون لا تلفزيون ليش عندي ونفروض نعناخد تلفزيون بس احيان لازم نشتري بأقل التكاليف صراحة اقل التكاليف ناخذ اشياء مصابيح نحتاج مصباح واحد هذا هي بكاها بمئة وخمسين اشتري هذا اشتري هذا احتاج اشتريتها زيب من ازيب من العرد المطلوب بس يلا يستاهل صاحب البيت اللي ألف مبروك عليه ان شاء الله بإذن الله بإذن الله نحنا نضبط ان شاء الله الوضع فهات هذا وحطه هات السرير حطهني وهات ليش مقلوبة ما فهمت انزي خلصي الأغراض كامل وخلن نركب وجينا لبيتنا الجميل والمتواضع فخلونا نشيل السرير خلاص صاروا حين في البيت السرير اتوقع ان هذه غرفة النوم يعني دقيقة بس هات السرير خلحني مؤقتا يعني وشيل هذه لان اتوقع ان مكانها مكانها غلط حطها في هالمكان لان هي غرفة النوم اتوقع انسب مكان ان يتكون غرفة نوم انسب 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 مكان اوه ما في مكان ضيق والله الغرفة ضيقة انا كنتماخذ الثنتين من هذي لان بعط واحدة يمين السرير واحدة يسار السرير لا خلنجرب اسم بطريقة والله شكل سيء بيكون انا اسف والله انا اسف والله بالحكس والله هذا بيطلع معاي صراحة هذا بيطلع معاي يعني ما تستوي يعني شا سوي السلام عليكم وش فيكم اخوان وضعكم طبيعي ممهات هذي خلها اهني ضولنا البيت وشنو بعد اشترينا احنا خلنا نشوف اشترينا هذي كملنا العشرين ما كملنا العشرين اشترينا هذي فهذي بجيبها بخليها اعتقد عكس بعد بخليها في هالمكان ما عليه وبعدها خلنا نجيب اضاءتين انا اتوقع اشتريت هنا انا زايد عن الاشياء اللي موجودة ممكن اوفر اللي عندي تصدقون خل هذه اهني يعني عشان نظام التوفير يا اخوان اللي ضاء اللي اشتريتها بخليها ما راح ما راح استعملها اوكي فالحين خلصنا شنو باقي بعد اوه خلصنا خلصنا اوكي قيمة الاجار يقول لك من 2400 ال 2900 مو مشكلة ما عليه خلنا نركب حين سيارتنا ونروح للمحل حقنا عشان نعرض المكان الجديد حقنا فوصلت لمكان الدوام حقي مو مشكلة شيل ها احين تدري هذا شنو حين الا يلعندي بلاستيك اتوقع بلاستيك أي اللي بعدها هذا حديد مو حديد لا مزجاج حديدي أي واللي بعده راح يكون بلاستيك بلاستيك حصلنا شوي تفلوس حلو حلو ايش كانت سويسي قاعدة ادور لازراره لمهم اعلننا انجي لهالمكان احنا وين عرضنا البيت حقنا اه معلومات المنزل لا امو هذا دقيقة وين احنا نعرض البيت حق اهني اهني نعرض البيت اه صار لازم ما صورت البيت اه دي مشكلة يا جماعة اه كان يمديني اني اجر البيت حتى اه كان يمديني اجر البيت اليوم بس يلا مو مشكلة مو مشكلة يا جماعة اهم شي نحن سوينا البيت واتوقع الحلقة الجاش راح نسوي راح نعرض البيت للبيع ونكسب منه فلوس فنمنى وعدينا اليوم هذا بخطي منكم اخوان دعم جدا كبير عشان نسوي لكم حلقات اخرى ونستمر مع بعض ان شاء الله لايك واشتراك تابع المقاطع هذه سلام